سيارات رياضية فارهة تحمل لوحات تسجيل روسية تملأ مرآب السيارات في مطار هيلسينكي العشرات بل المئات من السيارات الروسية حولت المطار موقفا لسيارات المسافرين وحولت معها فنلندا معبرا أساسيا لوجهة الروس نحو القارة الأوروبية المشكلة أن الروس الراغبين في زيارة دول أوروبية اضطروا إلى السفر برا بسياراتهم أو اللجوء إلى شركات طيران غير غربية بعدما أغلق الاتحاد الأوروبي مجاله الجوي أمام الطائرات الروسية فمنذ أن رفعت موسكو قيود السفر المتعلقة بكورونا زداد عدد المسافرين الروس وسط السياء متزايد في أوروبا من تدفقهم فيما لا تزال الحرب في أوكرانيا دائرة فنلندا أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستخفض عدد التأشيرات السياحية للروس إلى 10% اعتبارا من الأول من سبتمبر لكن لا جدوى من القرار إذ أن الروس يواصلون دخول فنلندا بتأشيرات دخول شينغين صادرة من دول أخرى بدورها قالت المفوضية الأوروبية إن مناقشات تجرى لمحاولة التوصل إلى نهج منسق في شأن مسألة التأشيرات بينما تعتزم فنلندا إثارة هذه القضية في الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في 30 من أغسطس في جمهورية تشيك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر